دعونا نعود مرة ثانية للمغرب لنسأل شيبة فيما تعلق بما قاله سيد نورنبورغ الأمر تمحور حول البنية التحتية مثل الموانئ ووسال التصال وطرق المواصلات ارسم لنا صورة عن البنية التحتية في المغرب خاصة في الصحراء المغربية عندما نتحدث عن الأقاليم الجنوبية والبنية التحتية فأعتقد أن مناخل استثمار العالمي مبشر للغاية لأننا عندما نكون بصدد الموانئ نعلم أنه في هذه المنطقة لدينا على الأقل أربعة موانئ عاملة بالفعل ميناء الدخلة وميناء العيون وميناء بوجدور وأيضا ميناء كبير في طريقه إلى التشغيل وهو ميناء الدخلة الأطلسي والذي سيصبح ملتقا حقيقيا يربط بين الشمال والجنوب الشرقي والغرب وهو بذلك يعد في موقع استراتيجي ثانيا عندما نتحدث عن هذه المنطقة سنجد أنها منطقة مفتوحة برا وبحرا وجوا وبالتالي نعلم أن هناك طريقا رئيسيا يربط بين تزنيت وليس فقط الدخلة ولكنه يصل حتى الحدود مع موريتانيا وهذا جزء من المشروع الضخم الذي دشنه جلالة الملك محمد السادس وفيما تعلق بتوفر الكهرباء فلدينا من الطاقة الكهربائية ما يكفي للأعمال التجارية وبالنسبة لوصائل الاتصالات لدينا نظام جي فايف أو الجيل الخامس كما أن لدينا الآن محطات لتحلية المياه وهذا أمر هام للغاية بالنسبة للأجيال القادمة حيث أننا نحتفظ لهم باحتياطي من المياه العذبة بينما نقوم بتحلية مياه المحيط هكذا تتوفر كل المكونات اللازمة ونرحب بكل مستثمر أمريكي للقيام بأعمال التجارية معنا